نظم مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية أو بأكاديمية الشرطة دورتين لتدريب كوادر أمنية من 31 دولة إفريقية ودول الكومنويلث في مجالي مكافحة المخدرات وحراسة الشخصيات والمنشآت المهمة ومكافحة الإرهاب الدولي يأتي ذلك في إطار حرص مصر على دعم أشقائها في مجال العمل الأمني لدعم الاستقرار في بلادهم تستضيف مصر الكوادر الأمنية من مختلف الدول ليستفيد من خبراتها الأمنية ويتدرب في منشآتها التدريبية والتعليمية انطلاقا من دورها الرائد إقليميا ودوليا في هذا الإطار عقدت أكاديمية الشرطة ومن خلال مركز بحوث الشرطة دورتين تدريبيتين في مجالي مكافحة المخدرات وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة بمشاركة 85 متدربا يمثلون 25 دولة أفريقية وفي مجال مكافحة الإرهاب الدولي شارك فيها 15 متدربا يمثلون 6 دول من دول الكومانويلس موسيقى 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 ونظام مركز بحوص الشرطة احتفالية للمتدربين عقب انتهاء الدورتين تلقى خلالها المتدربون برامج تدريبية وتعليمية في المجالات المستهدفة مؤكبة لاحدث المستجدات في مجال التدريب الامني مع اتاحة الفرصة للكوادر الامنية المشاركة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية لمحاكاة الواقع وبما يعود بالنفع على المتدربين عقب عودتهم لبلادهم لأداء مهامهم الامنية جانب الامن يمثل الامنية خاصة جدا لدول افريقية في توفير المناخ الاستقرار اللازم لتحيي التنمية في هذه الدول الامن والتنمية هما وجهان لعملة واحدة وده اللي بنركز عليه في الوكالة في دعم الدول الافريقية ستاشى بالفترة القادمة ايضا العديد من الدورات اللي هتمت تنزيمة للدول الافريقية مستخدمة للتحييات والتحييات والمستخدمات للخبرة المصرية التحييات والمستخدمة للتحييات والتعليق لديه من امسكة المشاركة وأشهد المتدربون من الدول الأفريقية ودول الكومانويلس باحترافية الكوادر الأمنية المصرية التي تدربوا على أيديها خلال مدة تدريبهم وبالتطور الكبير في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية وإتاحاتها للدول الأفريقية والشقيقة ليستفيدوا منها في رفع كفاءتهم الأمنية لتحقيق الاستقرار والأمن في بلدانهم أرابسكي ريسبوكي إيجيبيت يكون مدينة قدرات أمنية وتدريبية فائقة يكون مدينة قدرات أمنية وتدريبية فائقة تتمتع بها مصر تضعها في خدمة الدول الأفريقية والشقيقة لتنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني وتوحيد المفاهيم التدريبية